اشتركوا في القناة الاسبوعية يا موليد برج الثور في اليوم تغيير شوي رح يكون على طريقة التوقعات الاسبوعية فركزوا معي في هذا الموضوع اتنين لازم تسمع برجك وطالعك اذا ما عرفت طالعك او ما بتعرف طالعك في صندوق الوصف تحت بتلاقي روابط بتدلك على استخراج الطالع وطريقة استخراج الطالع فبتساعدك بشكل كبير اتنين قارن ما بين الطالع وما بين البرج في التوقعات عشان تعمل تقارب اكثر للتوقعات بشكل كبير على اساس انه تدمج ما بينهم ايش بحكي على هذا البرج وعهذا البرج فبتدمج ما بينهم تطلع بتوقعاتك انت الشخصية اللي ما بتشبه توقعات اي واحد اخر فبتعزز هاي من التوقعات بشكل اكبر وبتفيدك بشكل اكبر اعرف مين اللي غالب عليك اللي هو البرج ولا الطالع عشان تطلع انت بالتوقعات الصحيحة وتستفيد من هذا الموضوع بالنسبة لتوقعاتنا هذا الاسبوع رح نركز على مسألة تأثيرات الكواكب الرئيسية الكبيرة وهي يعني شغلة جديدة رح اذكرها انا في التوقعات الاسبوعية اللي هي التأثيرات يعني زي ما انا بعطيك بدال توقعات شهرية انا بعطيك توقعات اسبوعية شاملة مع كل التأثيرات او الاحداث عشان تعرف كل التأثيرات اللي بتأثر عليك بالفترة هاي ايجابيتها وسلبيتها خلينا نروع على التوقعات طبعا حكينا انه الشمس موجود في البيت الثالث لا اليك فعشان هيك لما تكون موجود في السرطان فهي حليف ولكن بالمقابل وجودها بيدعمك ولكن اللي بيعرضك في نفس المكان هو عطارد فعشان هيك بالنسبة للبيت الثالث بتلاقي انه فترات انت نشيد جدا بعملية الاتصالات والحوارات والتنقلات والمناقشات وعندك سرعة بديهة عالية ولكن في ايام بتلاقي حالك مش مركز عندك فوضى ممكن انك تلتي حتى اثناء قيادة السيارة ممكن يصير عندك اعطال بامور العلاقة بالسيارات او بالهواتف فبدك تركز بالفترة هاي من التقلبات هاي فدائما بدك تكون مستعد بشكل جيد من اي مفاجآت وطبعا بالنسبة للزهرة اللي بتتراجع طبعا لبداية الاسبوع ليوم السبت بظل فيها تأثيرات سلبية على المستوى المالي فعشان هيك بتشعر ببعض التقلبات على المستوى المالي وامور الها علاقة يعني ممكن مطالبات خسارة فلوس ضياع فلوس تنسى محفظتك تنضغط في دفعات معينة يصير يعني نوع من انواع الارباك بالنسبة للك طبعا هو زي ما حكينا انه ليوم السبت وبتنتهي هاي التأثيرات فانت خذها لبداية الاسبوع وبعدين انسى الموضوع بالنسبة لبيتك التاسع بما انه الو علاقة بالجدي وكل الكواكب الان بتتجمع قاعدة بتعمل زوايا برضو حادة جدا زي المشتري وبلوتو فهدولا بأثر على امور الو علاقة بالاتصالات البعيدة مشاكل ممكن تجيك من خارج البلاد او خلاف مع شخص من خارج البلاد او اوراق قانونية او معاملات بتكون مش لصالحك بالفترة هاي بدك يتركز وحاول انك ما تخالف القوانين بشكل كبير اثنين ممكن انه تكون معول على سفر او بتنتظر موضوع الو علاقة بسفر بالفترة هاي فيصير بعض المشاكل على مستوى الامتحانات او على مستوى المقابلات لازم تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض نهائيا اما بالنسبة لبيتك 11 فهذا بيت الاصدقاء فبيعمل بعض الخلافات اللي لها علاقة مع الاصدقاء ممكن تزعل من صديق او تكتشف خيانة صديق او تستاء من تصرفات بعض الاصدقاء اتجاهك فهذا الاشي ممكن يوترك ويسبب لك بعض المشاكل او يصير فيه حدية بطباعك اثناء التعامل مع بعض الاصدقاء ممكن يتوجه لك دعوات لحضور حفلة او مناسبة ولكن ممكن تستاء او تشك في الاشخاص هدول او الناس اللي ملمومين هدول اما انهم بستغيبوا فيك او بتشمتوا فيك او بتآمروا فيها عليك فما تاخذ كثير بالشكوك دائما خذ بالاشياء المثبتة بالدليل خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية من مساء يوم الخميس وحتى مساء يوم السبت القمر بكون موجود بالعذراء بما انه بالعذراء يعني بيتك الخامس معناته الفترة هاي بتظل رغبتكم قوية او تعطيكم رغبة قوية جدا للتقرب لأحبائكم وايجاد قاسم مشترك بجمعكم بالاحباء احباء عاطفي او في الابناء بحيطكم الفلك بهاي الفترة بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتوصل مع المحيط ممكن يكون يوم او الفترة هاي من افضل الفترات اللي هي من المساء الخميس لغاية مساء يوم السبت حاول تستغلها بكل الايجابيات لانه ممكن في هاي الفترة تشعر بنوع من الاطمينان والراحة ولكن بدك تنتبه انه الايام اللي بعديها فيها نوع من انواع الضغط فاستغل بداية الاسبوع لانجاز اكثر كمية ممكنة من المهم من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود في الميزان في هاي الفترة بيتراكم العمل عندكم هذا بيت العمل بيت الصحة فبيتراكم العمل عندكم وبتكونوا مش قادرين على التعاون مع زملائكم وممكن تجدوا بعض التعاون من الزملاء ولكن انتوا ما تحدثوا خلافات مع الزملاء اهم اشي كنتمارسوا نشاط بدني للمحافظة على لايقتكم بالفترة هاي حاول انك تمشي تتحرك على اساس انه تحافظ على صحتك في هاي الفترة بتتزامن الواجبات وبتصير صعبة وممكن تضطر للعمل وقت اضافي لانه رح يتراكم فيها بعض العمال عندك حاذر من المشاكل الصحية وبربو بدك تنتبه لصحتك بشكل كبير من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود في العقرب فهذا بيت شراكتكم مقابلكم مباشرة شراكة مالية عاطفية امور العلاقة بالازواج او التعامل ما بين الازواج بينصب تفكيركم بهاي الفترة حول تدعيم شراكتكم حافظوا على هدوء اعصابكم ونبرد صوتكم لا تعرض لقاءك للفشل ممكن تسبب او تسبب لك هاي الفترة يعني نوع من انواع الحزن او انك تشعر بنوع من انواع الظلم او القهر اهم اشي ما تيأس وكون صبور لعلك تنجح من فجر يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكو تخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهدئة الاجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على اراء الغير بتتلقى مساعدي او تعاطف في هاي الفترة عليك ان تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة